بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه يارب تكونوا بألف خير عملنا النهاردة حبايبي احلى هوت شوكولت ممكن تعمليه في البيت احلى من بتاع الكافيهات وانضف طبعا شايفين جماله بسم الله الرحمن الرحيم شايفين قوامه بسم الله الله اكبر ولا طعمه رحته حبايب قلبي نشوف الكوباية الجميلة دي عملناها ازاي ندخل في فيديو نكمله للاخر ونشوف وصفتنا الحلوة دي عملناها ازاي ونشوف الهوت شوكولت ده عملناها ازاي بطريقة سهلة خالص خالص وانضف طبعا عشان معمول بايدك ومضمون في البيت يلا حبايبي نسمي اللام نكش الفيديو يلا حبايبي بسم الله معنا هنا كوباية من الحليب كامل الدسم او اللبن كامل الدسم هنحط عليهم معلقتين من بودرة الكاكاو الخام معلقتين صغيرين مليانين كده بسم الله هنحط عليهم كمان معلقتين من السكر بسم الله الرحمن الرحيم لو انشي حتى الكاكاو محلة اخذي بالك من السكر خفيفيه شوية يبقى كده كوباية اللبن عليها معلقتين مليانين من بودرة الكاو الخام معنا هنا معلقة نشا هنحطها كده الوحدها دلوقتي هنحط عليها معلقتين بس كده شوية من الحليب بسم الله الرحمن الرحيم ونركينها على جنب دلوقتي نروح بقى على النار لسا هنحط كمان حبيبي نص يعني ايه حبة كده على طرف المعلقة من الفانيليا نروح بقى على النار كده حبيبي ومعنا هنا كماني قطعتين من الشوكولاتة الخام تقدر تستغني عنهم بس هي بتعزز الطعم بس احنا مش هنحطها دلوقتي واحنا على النار كده هنحطها نجي بقى كده على البتاجاز حبيبي كده على نار هادية ونقلب فيه لحد ما نتأكد ان كله داب بسم الله الرحمن الرحيم ايدك بقى فيه لحد ما تتأكد ان كل الكاكاو داب واول ما تلاقيه دخل في مرحلة الغليان كده هتحطي بقى قطعتين الشوكولاتة نتأكد بقى من دوابانهم خالص كده على نهاية جي النار خالص نهاية جي النار خالص لحد ما يدوبوا خالص كده وزي ما قلتلك لإدارة تستغني عنهم بس ده بيتعزز الطعم وتخلي طعم الشوكولاتة فيه اوضح كمان اول ما نتأكد ان هي دابت خالص ومبقاش لها وجود نجيب بقى معلقة النشا اللي احنا مدوبينها في اللبن لازم مهم جدا ندوب النشا في لبن بارد بسم الله الرحمن الرحيم ونقلره بقى كويس بسم الله الرحمن الرحيم خلاص كده حبابي شايفين قوموا قوموا لا تقيل ولا خفيف بسم الله الرحمن الرحيم شايفين قوموا احلى هوت شوكولات ممكن تعمليه احلى من بتاع المحلات كمان معنا بقى هنا بقى كريم شنطي احلى هوت شوكولات ممكن تعمليه حاجة مضمونة ومضيفة وفي البيت وبايدك عاملاه ضحفة يا ما شاء الله حباب قلبي دي كانت وصفتنا النهاردة اتمنى تكون عجبتكم متنسونيش بعمل لايك وشير سبسكرايب للقناة عشان يوصل لكم مني كل الدين اشوفكم على حيث وصفتني ان شاء الله